موسيقى اهلا بكم من النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية والبداية بابرازي عنوينيا موسيقى اسعار النفط تنتعيش عشية اجتماع حاسم لتحالف اوبك فلاس وكبار المنتجين في مباحثات معقدة لمواجهة مخاوف الجائحة ومخصونات الدول المستهلكة موسيقى الجزائر تطلق اولى خطواتها لاستغلال اكبر منجم للحديد الخام في العالم الاسبوع المقبل وتعتزم ورفع انتاجها في غضون اربع سنوات موسيقى وفي النشرة تتابعون ايضا حرب امريكية صينية لقيادة سباق عالمي محموم في صناعة السيارات الكهربائية موسيقى اهلا بكم في المستهل ارتفعت السعر النفط الاربعاء معاوضة بعض خسائر الجلسة السابقة في وقت يستعد فيه كبار المنتجين لمناقشة تهديدات المتحور الجديد على الطلب العالمي ارتفعت العقود الاجلة لخام برانت باكثر من ثلاثة في المائة لتصل الى اثنين وسبعين فاصلة خمسة وخمسين دولار للبرميل فيما صعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبة ثلاثة في المائة لتلامس حاجزة السبعين دولار للبرميل اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك اليوم على الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر تمهيدا لاجتماع حاسم لمجموعة اوبك بلاس الخميس ادرس المنتجون عبر تقنية التحاضر المرئي امكانية التوصل الى صيغة معقدة تتعلق بمستوى انتاجها لمطلع العام المقبل على وقع تحدي من جانب الرئيس الامريكي بسبب العرض والمتحور الجديد لفيروس كورونا تتجه الانظار الى اجتماع الوزاري المرتقب لتحالف اوبك بلاس الخميس والذي ينتظر ان يبلور الرد على قرار سحب الاحتياطات الاستراتيجية الذي اتخذته دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة غير ان مواقف حذرة تسود تصريحات جل وزراء التحالف النفطي بعد ان مني تسعر الذهب الاسود بخسارة بلغت عشرة في المئة الاسبوع الماضي تحت ضغط اوميكرون وضخ مخزونات استراتيجية لكبار المستهلكين يلتقي مجددا اعضاء تحالف اوبك بلاس في اجتماعهم الشهري والهدف سياغة اتفاق يبدو عسيرا ومعقدا يجنب اسعار النفط مزيدا من التراجع في ظل مخاوف ضعف الطلب وعودة العالم لفائض المعروض النفطي خلال الربع الاول من السنة المقبلة التحالف الذي اجل اجتماعه يوما واحدا سينظر في تدعية المتحور الجديد لفيروس كورونا من دون اغفال تحذيرات من مخاوف جدية صدرت الاثنين عن منظمة الصحة العالمية عنا اجتماع الاوبك والاوبك بلاس ورح ندرسوا تقارير خبراء في المجال ورح ناخذوا اجراءات لكي دائما نبقى في امدادات اللي يكون جيدة بالنسبة للسوق امدادات لتخلي ان السوق يسترجع التوازن تعود تحور هذا الاخير لانه ينتشر بسرعة وخلت دول اوروبية وغيرها تبدأ تاخذ في اجراءات فلهذا يكون التأثير دائما يكون تأثير دائما اولي بالنسبة لهذا التأثير بالنسبة للكوفيد هذا وخاصة المتحور الاخير التحالف الذي تقوده السعودية الحليف القريب لواشنطن وروسيا الخصم التقليدي للولايات المتحدة يواجه في المقابل حرب اسعار باعلان جو بايدن استخدام خمسين مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية البالغة حوالي ستمائة مليون برميل ضمن صحب منسق من الاحتياطي مع كل من الهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية خطوة وان فشلت في خفض الاسعار بتسجيل ارتفاع تجاوز اثنين فاصل خمسة في المئة في اليوم الموالي فانها دفعت السعودية وروسيا في اطلاق محادثات بعيدة عن الاضواء لبلورة رد على التحرك الامريكي المنسق تقارير اعلامية اشرت الى ان الحليفين الجديدين يتجهان لاقتراح الغاء زيادة مبارمجة في الانتاج بمقدار اربعمائة الف برميل يوميا جنفي المقبل في تحدي سعودي غير مسبوق للادارة الامريكية هذا وتوقعت مجموعة اوباك بلاس عشية اجتماعها زيادة فائد النفط الى مليوني برميل يوميا في جنفي المقبل وثلاثة ملايين واربعمائة الف برميل يوميا في فيفري المقبل ويختزل تحالف اوباك بلاس ثماني سنوات من التحرك المشترك لكبار منتجي النفط في العالم في فترة شهدت فيها الاسواق تقلبات جذرية بتراجع اسعار الخام دون سفر دولار في خضم ذروة حرب اسعار غير مسبوقة في تاريخ الصناعة النفطية بين كبار المنتجين شكل العام الفين واربعة عشر سنة مفصلية في العلاقات بين روسيا والسعودية والولايات المتحدة بزيادة انتاج النفط السخري الامريكي والذي ادى الى انهيار اسعار الخام من مائة واربعة عشر دولارا الى اقل من سبعة وعشرين دولارا في الفين وستة عشر هزة انشكلت بداية تحالف غير رسمي بين الرياض وموسكو قاد الى انشاء مجموعة اوبك بلاس المكونة من ثلاثة وعشرين عضوا قبل ان يتفق التحالف لاول مرة في نوفمبر الفين وستة عشر على خفض جماعي للانتاج تحملت معظمه السعودية وروسيا منذ ذلك الحين نجح التحالف في الحفاظ على استقرار اسعار الخام فوق خمسين دولارا من الفين وستة عشر الى الفين وعشرين غير ان اسوق النفط ومعها التحالف واجهت ازمة من نوع جديد بدخول العالم في اخطر جايحة صحية تعصف به منذ قرنة في مواجهة الطريق الجديد اقترحت السعودية في الخامس مارس من نفس العام على خلفائها في اوبك بلاس تعميق تخفيضات الانتاجة غير ان المقترحة جوبها برفض روسي ما فتح البابة امام اقصى حرب اسعار في تاريخ الصناعة النفطية الحادي والعشرون افريل الفين وعشرين كان يوما اسودا في تاريخ اسواق الخامة اذ هوى سعر خام برانت القياسي الى ادنى مستوى له في واحد وعشرين عاما في منهارت اسعار الخام الامريكي الى ما دون الصفر لاول مرة في التاريخ انهيار كان ضربة قاسمة للجميع مع موجة افلاس غير مسبوقة عصفت بشركة النفط الامريكية اضرار دفعت رئيس السابق دونالد ترامب الى التوسط بين الرياض وموسكو اولى بوادر نجاحها دعوة الاجتماع دولي في التاسع عفريل الفين وعشرين خلصها باتفاق على خفض قياسي للانتاج بمقدار تسعة ملايين وسبح مائة الف برميل يوميا مع تحسن الطلب خلال النصف الثاني من الهام الماضي سرع تحالف اوبك بلاس لزيادة ضخ الخام في الاسواق دون ان تواكب الزيادة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا على مدى اشهر رفض تحالف اوبك بلاس طلبات كبار المسهلكين في مقدمتهم الولايات المتحدة بدخل مزيد من النفط الخام في وقت زادت اسحار الطاقة عن مستوياتها ما قبل الجائحة علي الثراء النقاش ورحبوا بضيفي في البلاتوغ المستشار التقويل سيد رمضان سعيدون مرحبا بك سيد رمضان ربما كيف نقر اجتماع اوبك غدا بحول الله في قضم كل ما يحيط بهذا الاجتماع مع ظهور جائحة او ظهور متحور جديد لمتحورات كورونا سيد رمضان سعيدون اجتماع اوبك بلاس الذي يكون غدا ان شاء الله يوم الخامس واشهر استبقه اجتماع اخر لأوبك اليوم هو اجتماع كان مبرمج له منذ مدة اجتماع دوري لكل شهر لدراسة الطالب والعرض في سوق النفط والزيادات التي يمكن ان تضخها دول اوبك بلوس لكن هذه المرة هناك معطايات جديدة غير مألوفة لدول اوبك ونحن في هذه الفترة غير تقليدية وغير عادية المعطايات الجديدة هناك تحرير المخزونات الاستراتيجية للدول العظمى المستهلكة البترول هذا الشيء واحد الشيء الثاني هو دخول المتغير اوميكرو الكورونا يؤثر على الطالب في هذه المتغيرين الاثنين نلاحظ ان الاجتماع سوف يكون غير عادي الاجتماع سيدرس حول امكانية المحافظة على الزيادة المبرمجة كل شهر الى غاية ماي او جوان لسنة القادمة لربعمائة الف برميل يومي في ظل هذه المتغيرات التي تؤثر على سوق النفط بالسلب من جانب الى جانب المنتجين ضيف الى ذلك زيادة الضغط الكبير التي تلعبه ادارة بايدن على دول اوبك وحيث تقول نسمعنا انها تقول دائما في اتصال مع دول اوبك لمحاولة تأثير على قرارات دول اوبك من حال لاجل ضخ المزيد من برميل النفط في السوق من اجل التأثير على اسعار النفط وهذا شيء مطلوب بالنسبة للدول العظمى المستهلكة من اجل خفض اسعار الوقود التي وصلت الى اسعار راهبة وعندما نقول اسعار الوقود في الولايات المتحدة او حتى في اوروبا عندما تكون اسعار غير عادية سوف تؤثر على الحالة الاجتماعية في هذه الدول سوف يكون هناك تضخم ستكون زيادة سلع لجميع السلع زيادة النقل زيادة اسعار النقل اذا تحاول ادارة بايبدن ضغط زائد ضيف الى ذلك الموقف دول اوبك بلوس في موقف لا يحسد عليه متحور جديد براميل من النفط تضخها الدول الكبرى الامريكا التي تحاول برمجة خمسين مليون برميل تخرجها من المخزونات وهذه المخزونات عادة تستعمل الا للطوارئ مثل الحروب هذا كله سوف يغرق السوق يغرق السوق لستاذ رمان سعدون معطيات ربما مهمة واستثنائية وفجائية بالنسبة لمجموعة اوبك بلوس نتحدث عن استخراج الولايات المتحدة وضخل مخزوناتها في سابقات الانهية كذلك ضغطت على عديد من الدول التي تملك احتياطات استراتيجية نتحدث عن الصين نتحدث كذلك عن الهند دول الكبرى كذلك تملك هذه الاحتياطات هل سيؤثر كل هذه المتغيرات على اسعار نتف وعلى اجتماع اوبك بلوس غدا بحول الله هذه المعطايات سوف تعملها الدول اوبك بلوس في الحسبان ضيف الى ذلك لديها اكبر المعطايات عند معطايات اثنين تحرير المخزونات الذي اظن انه ليس لديه تأثير كبير على اسعار نفط يمكن ان يكون له تأثير ظرفي لكن الذي يأتي بالغموض الكبير في سوق النفط هو المتحور الجديد اعتقد ان دول اوبك بلوس يلزمها بعض الوقت لترى هذا التأثير المتحور الجديد سيكون مثل تأثير الايام الكورونا لما دخلت في ايام الموجة السابقة لكي نعرف مدى تأثير المتحور الجديد على السوق على الطالب المتحكم في اسعار النفط الان هو العرض والطالب عند المعارضين المنتجين هناك مشكل استثمارات مشكل انتاج مشكل انتاج معلوم لان اسعار النفط نزلت الى اسعار الحاضيض نقص الاستثمار فكان الانتاج غير غير واضح التساؤل هنا استاذ رمضان سعيدون حول الاستثمارات في مجال النفط تراجعت الاستثمارات بالنسبة للشقيقات السبعة الكبرى لانتاج النفط هل اثرة كذلك على اسعار نفط وعلى الاستثمار في هذا المجال استاذ رمضان سعيدون نعم عندما تكون اسعار منخفضة لا تكون هناك تحفيز لكن هناك حوافز لانتاج النفط واستثمارات في النفط اذا كانت اسعار في 20 دولار كم يكلف البرميل من النفط اذا كان يكلف الانتاج على حسب الدول اذا كان يكلف 20 دولار واسعار النفط هي 20 او 21 دولار او 25 دولار لا تكون محفزة الاستثمارات المشكلة الاول في الدول المنتجة دول اوباك بلس هو نقص الاستثمارات لا تحاول دول اوباك بلس ان تغامر وتضيف برميل من النفط اضافية الى سوق النفط فتنزل الاسعار فتصبح في مواجهة لخطرين هو خطر الاسعار وخطر النقص استثمارات اذا دول اوباك بلس لديها معطاية ان تحرير النفط من جانب الدول الكبرى دول العظمى المستهلكة للنفط تحرير النفط سوف يؤثر على سوق النفط في التوازن على العرض والطالب الشيء الثاني هو مدى تأثير متحور اماكرون اذا اعتقد ان دول اوباك بلس سوف تتجه الى دراسة معمقة قبل اتخاذ اي قرار الشيء المعلوم انه المتفق عليه انه لن يكون هناك زيادة اكثر من 400 الف برميل يومي ربما سؤال اخير سيد رمضان سعيدون على ما نتحدث الان عن ربما ضغط جو بايدن رئيس الامريكي حول اوباك بلس هل سيؤثر على القرار نهال اوباك بلس مقارنة بالفترات السابقة شاهدنا صمود بالنسبة لدول اوباك بلس وتعاملتها في مسألة زيادة الانتاج هل سيؤثر القرار على القرار الاخير لا اعتقد انه لا يؤثر الى درجة كبيرة يستطيع ان يؤثر قليلا لان معظم الشركات الكبرى التي تستثمر في مجال النفط هي الشركات امريكية يمكن ان يضغط بعض الشيء على الشركات الكبرى الامريكية التي تستثمر في الدول المنتجة للنفط يكون هناك ضغط حتى بايدن يعاني من مشكلة انتاج النفط انخفض انتاج النفط في الدول الامريكية قبل الجائحة كان حوالي 13 مليون برميل يومي الان حوالي 10 مليون او 11 مليون برميل يومي اذا تأثير الادارة الامريكية لا يكون على حساب سيادة للدول اوباك بلس لان لما عانت دول اوباك بلس اثناء الجائحة وكان هناك انخفاض راهب لاسعار البترول لم تكن تنتظر من ادارة الامريكية اي هدية عانت لوحدها والان لابد ان تقرر لوحدها لان هذا يمس الى سيادتها ويمس الى المستقبل النفط لديها خاصة من جانب الاستثمارات لزيادة الانتاج شكرا لك الاستاذ رمضان سعدون المستشار الطاقوي على ما قدمته في النشرة الاقتصادية نواصل نشرتنا اكدت مجموعة سنطراك الجزائري عن الحريق الذي شبه في مصفات سكيكدا شرق البلاد لم يكن لها اي تأثير على باقي وحدات مركب المعالجة والتكرير بيان عن المجموعة اوضح ان المركب يجري استغلاله بشكل عادي كما يبقى امداد السوق المحلية بالمواد البترولية مضمونا دون اي تأثير المصدر ذاته ذكر ان الحادثة خلف قتيلا وثمانية جرحة في صفوف العمال ستة منهم في حالة صحية جيدة عادوا الى بيوتهم ولا يزال ثلاثة اخرون تحت المتابعة الطبية للمصالح الاستشفائية في شأن طاقوي اخر تدرس شركة شيل العالمية العودة الى نشاط التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا بعدما غادرتها قبل عشر سنوات كشفت المجموعة الهولندية البريطانية عن خطة وصفتها بالاستثنائية ضمن حزمة مقترحات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز والبنية التحتية ومسرعات الطاقة الشمسية في ليبيا وذكرت شيل انها سوف تركز انتاجها من النفط والغاز الليبي في تسعة احواض فقط بتزامن مع عزم المجموعة تقليص انتاج النفط باكثر من اثنين في المائة سنويا بحلول عام الفين وثلاثين بالعودة الى شأن الجزائري اعلن الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للحديد والصلب احمد بن عباس عزم الجزائر رفع انتاجها من الحديد الى اثني عشر مليون طن سنويا في افاق الفين وخمسة وعشرين بن عباس وفي تصريحات خاصة بها قناة الجزائر الدولية كشف عن تجاوز العراقل التقنية التي تواجه استغلال حقل غرج بلاد اكبر مناجم الحديد الخامي في العالم التفاصيل في السياق تقرير ريمان حماني باحتياط يعادل ثلاثة ملايير طن من الحديد الخام تتجه الجزائر لاستغلال اهم حقول الحديد في العالم بالتوقيع على اولى عقود تطوير مشروع عملاق لاستخراج مكامن منجم غارج بلاد في اقصى جنوب غرب البلاد نجيب طريق نجيب السكة الحديدية نجيب الماء نجيب الغاز نجيب الكهرباء وهذه فرصة باش يمكن النمي ونستغله بصفة يعني كبيرة انتاج كبير وفي نفس الوقت نقدر لبي الطلبات منتاع المنطقة هذيك بلا للسكان او للزراعة او للصناعة المشروع المدمج سيتم تنفيذه بانجاز وحدات نموذجية لتقليص تكلفة الانتاج في اعقاب تجاوز العراقي للتقنية لتخليص الخام من مادة الفوسفور بشراكة صينية وروسية حسب المنتوج احنا اليوم توصلنا عن طريق هذي المخابر الصينية وروسية باش نقلص وصلنا للنسبة اللي هي مقبولة باش يكون عندنا منتوج مقبول وانما لازم نكمل باش ندير وحدات نموذجية في الجزيرة باش نحسن هذيك الطريقة اللي نصنع بها المنتوج باش نخفص من الكلفة الكلفة يعني باش نستهلك ككهرباء كمواد تدخل في صنع المنتوج باش يكون المنتوج داعه في النهاية يكون يعني كومبيتيتي في السوق قادرين بيعوه يعني بأثمان مقبولة من شأن الاستثمار أن يوفر للبلاد واردات بنحو مليار دولار من الحديد الخام في غضون العامين المقبلين سننا رانا نستود في أكثر من 500 أو 600 مليون دولار استيراد وغدوة يعني على سنة ثلاثة نوصل لمليارين دولار ولهذا قررت الحكومة باش نشوف كيفاش يعني ننقلس من الاستيراد والفرصة كاينة عن طريق غارج بيلات هو المنجم الوحيد يعني اللي عنده تاقة كبيرة يقدر يلبي الطلب استغلال غارج بيلات سيمكن الجزائر من مضاعفة إنتاجها من الحديد من خمسة ملايين طن حالياً لبلوغ 12 مليون طن سنوياً في آفاق 2025 توسع الضائرة حرب عمالقة صناعة السيارات في سعيها لطرح أفضل نماذج المركبات الكهربائية لتشمل دولاً في سباق محموم لقيادة سوق مرشحة لتجاوزها تريليون دولار في غضون السنوات الست المقبلة تقرير في السياق لعبد النور حفصوي توسع ضائرة استعمال السيارة الكهربائية عبر العالم وترتفع معها حدة المنافسة والحرب المستعرة بين عمالقة صناعة المركبات في سباق محموم لكسب طالعة التحول نحو السيارة الصديقة للبيئة نمو هائل جعل عديد الدول تتسابق من أجل إنتاج وتطوير سيارة تكون أفضل وأكثر ديمومة من سابقاتها ولا يقتصر الأمر على طراز واحد فكل دولة أعلنت عن نيتها إنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية حرب على سوق مرشح أن تتجاوز قيمته تريليون ومائتي مليون دولار في غضون السنوات الست المقبلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وغارمها الصيني كون شركة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من بين أحدث الوافدين إلى السوق المزدحمة بشكل متزايد بإعلان عملاق الاتصالات الصيني هواوي خططا لصنع مركبات كهربائية بنهاية العام الجاري لينافس بقوة عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل الشركة الأكثر قيمة في العالم التي اتخذت خطوة متقدمة في مجال تصنيع السيارات التي تصدرت به قائمة الأكثر متابعة بخصوص التكهونة حول شركائها المحتمالين للمشروع وتنفس أبل مشاريع أمريكية أخرى على غرار ألفابات المجموعة الأم لمحرك البحث جوجل ذمن مشروع يهدف لتصميم بطارية جديدة بتكلفة قليلة وطاقة كبيرة تزيد من المسافة التي يمكن للسيارة قطعها سباق محموم بين الشركة والدول يرسم لثورة خضراء في مجال صناعة السيارة الماضية قدما إلى الأمام والتي تكتسب قوة دافعة يوما بعد يوم نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها أسعار النفط تنتعي شعاشية اجتماع حاسم للتحالف أوباك بلس وكبار المنتجين في مباحثات معقدة لمواجهة مخاوف الجائحة ومخزونات الدول المستهلكة الجزائر تطلق أولى خطواتها لاستغلال أكبر منجم للحديد الخام في العالم الأسبوع المقبل وتعتزم رفع إنتاجها في غضون أربع سنوات وفي النشرة تابعتم حرب أمريكية صينية لقيادة سباق عالمي محموم في صناعة السيارات الكهربائية إلى اللقاء